ماذا تعرف عن النجم الطارق؟ وماذا يحدث إذا اقترب من أرضنا؟ وما حقيقة أن ظهور النجم الطارق هو من علامات الساعة؟ اليوم سنوضح بعض الحقائق حول هذا الموضوع ونتحدث عن التأثير المرعب فيما لو اقترب النجم الطارق من كوكب الأرض حتى يتبين لهم أنه الحق السلام عليكم ورحمة الله أيها الأحبة ما هو النجم الطارق؟ هناك سورة في القرآن سورة عظيمة أنزلها الله وفيها معجزة علمية والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب إذن أولا هو نجم وثانيا هو ثاقب وثالثا هو طارق ثلاث صفات موجودة في هذا النجم القرآن على فكرة لم يربط بين النجم الطارق واقتراب الساعة القرآن تحدث عنه كظاهرة كونية تستحق التفكر وتستحق التأمل وهي تشهد على قدرة الخالق تبارك وتعالى ولكن لماذا نجد أخبار كثيرة؟ مثلا ظهور النجم الطارق اقتراب النجم الطارق من الأرض النجم الطارق هو من علامة الساعة لماذا انتشرت هذه الفكرة؟ طبعا انتشرت أخي الحبيب بسبب عدم معرفتنا لتركيب هذا النجم أولا هذا النجم الطارق لا يمكن رؤيته بالعين نحن نستطيع اليوم أن نرى هذا النجم الطارق من خلال التليسكوبات الراديوية ما معنى ذلك؟ يعني لدينا تليسكوب مكبر ضوئي يعمل بأشعة الضوء من خلال عدسات زجاجية أو مرآة عاكسة ولكن هذه المرآة العاكسة أو الزجاجية لا يمكن أن ترى هذا النجم الطارق أو ترصده فلابد من استخدام مرصد بقطر مثلا 300 متر أو أكثر مثل طبق الدش الهوائي الذي يستقبل موجات التلفزيون فهذه الموجات الراديوية موجات تنتشر لمسافة أكبر في الجو بشكل عام في الفضاء وتصل إلينا فيتم تجميعها وقراءتها ودراستها ونستنبط أن هناك نجما طارقا في مثلا مركز مجرتنا أو على بعد مثلا مليون سنة ضوئية أو غير ذلك طيب ما هو النجم الطارق؟ كيف يتشكل؟ يجب أن نفهم أيها الأحبة أن النجم الطارق هو نجم مثل الشمس وأكبر من الشمس بعدة مرات هذا النجم نجم حقيقة عملاق يعني أكبر من الشمس بعدة مرات عندما يستهلك وقوده نحن نعلم أن النجوم كيف تعمل؟ تعمل بواسطة الاندماج النووي كل النجوم التي نراها في الكون تتألف أصلا من مادة الهيدروجين وهو أخف عنصر في الطبيعة رقمه واحد في الطبيعة العدد الذر واحد فهذا ذرة الهيدروجين هذه تندمج مع ذرة أخرى فتشكلان ذرة هليوم العنصر رقم 2 وتتحرر كمية كبيرة من الطاقة الضوئية والحرارية وبعض الإشعاعات الأخرى هذا هو مبدأ عمل الشمس وكل النجوم في الكون هي فرن نووي ملتعب لذلك الله عز وجل سمى الشمس سراج وجعلنا سراجا وهاجا السراج هو عبارة عن وقود يشتعل الشمس هي عبارة عن وقود نووي يشتعل نفس المبدأ هنا تتجلى دقة القرآن ولكن هذا النجم الذي هو أكبر من الشمس بعدد محدد من المرات إذا انفجر على نفسه بعد أن استهلك وقوده لم يعد لديه قدر على الاستمرار فينكمش وينفجر ويتهاوى على نفسه هنا آية أيضا الله سبحانه وتعالى يقول والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى فظاهرة أن النجوم تهوي باتجاه المركز هذه الظاهرة موجودة في الكون وأقسم الله تبارك وتعالى بها فإذا عندما ينضغط على نفسه تبدأ قوى الجاذبية تعمل بصورة هائلة جدا وتضغط أكثر حتى يتحول إلى نجم قطره أكثر من مليون كيلومتر كان في السابق قبل أن ينفجر ويتحول إلى نجم طارق إلى نجم قطره مثلا عشر أو عشرين كيلومتر من ملايين الكيلومترات إلى عشر كيلومتر أو عشرين كيلومتر تصور يعني كم هو ثقيل لذلك أنا لا أقول لك إذا اقترب هذا النجم الطارق من الأرض إذا اقترب جزء صغير منه سيدمر الأرض سيناريو مرعب لأن هذه الأجسام أجسام ثقيلة جدا تسبح في الكون من شدة ثقلها وشدة دورانها تدور بشكل هائل بصورة مرعبة تصدر طرقات مثل طرقات المطرقة بوم 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 أو هكذا مثل انفجارات من فضل الله أننا لا نسمعها لو أن أحدنا قدر له أن يقترب ويسمع هذه الطرقات لصمة أذني يصاب بالصمم تماما فمن رحمة الله أن الصوت لا ينتشر في الفراغ فلا يصلنا إنما يصلنا الأثر الراديوي له الذي نستطيع أن نسجله من خلال التيريسكوبات الراديوية طيب هذا النجم الطارق هل هناك علاقة بينه وبين اقتراب الساعة ليس لدينا دليل ليس من القرآن ولا السنة أن النجم الطارق الذي تحدث عنه القرآن أي النجوم النيوترونية بولسر تسمى هكذا هذه النجوم النيوترونية الثاقبة التي تصدر أشعة أشعة جذبية هائلة تثقب كل شيء هو ثاقب فعلا وعندما يتشكل يصدر أشعة ثاقبة جدا من أشعة جاما يصدر كمية هائلة من هذه الأشعاعات آلاف المرات ما تضخه الشمس آلاف المرات من أشعاعات يصدرها خلال ثوان معدودة أثناء تشكله فهو بالفعل ثاقب وطارق ولكن إذا اقترب من الأرض سيفنل الحياة على ظهرها تماما لذلك أنا بالنسبة لي لا أرى أن هناك علاقة بين اقتراب الساعة وبين ما يسمى بالظهور النجم الطارق لأن النجم الطارق موجود منذ ملايين السنين أيها الأحبة وهو ليس واحد هناك ملايين النجم الطارقة تسبح في الكون ولكن الله سبحانه وتعالى أقسم بالظاهرة مثلا والنجم إذا هوا لا يقصد أن هناك نجم واحد يهوي وبقية النجوم لا هي ظاهرة يقسم بها عندما يقسم الله سبحانه وتعالى بظاهرة معينة لا يقصد أنه لا يوجد غير واحدة منها يعني يعني الله مثلا يقسم بما يشاء سبحانه وتعالى وبالتالي مثلا فلا أقسم بمواقع النجوم ولا يتحدث عن نجوم محدد عن كل النجوم لأن كل النجوم لها مواقع لا نعلمها لأن المسافات التي تفصلون عنها مسافات كبيرة جدا نحن الآن لا نرى المواقع الحقيقية ولا لنجم حتى الشمس لا نرى المواقع الحقيقي لها نراها قبل ثمان دقائق هل تعلم؟ أنت الآن إذا نظرت للشمس أنت ترى موقعها قبل ثمان دقائق من الآن لأن المسافة التي تفصلك عنها يحتاج ضوءها ليصل لك إلى ثمان دقائق ليقطع مئة وخمسين مليون كيلومتر أقرب نجم لنا يحتاج ضوءه لأربع سنوات وربع ضوئية مدة وصول هذا الضوء تريليونات الكيلومترات وبالتالي نحن لا نرى المواقع الحقيقية الله يراها لذلك أقسم بها قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم النجم الطارق أيها الأحبة نجم عنيف جدا يعتبر ساعة كونية دقيقة لأن الطرقات التي يصدرها دقيقة أدق من أي ساعة ذرية أدق من أي جهاز اخترعه البشر لذلك يعتبرونها ساعات كونية تحفظ الوقت بدقة لذلك قال بعد ذلك إن كل نفس لما عليها حافظ يعني انظر أيها الإنسان سيأتي يوم وتكتشف أن هذه النجوم الطارقة هي ساعات كونية تحفظ الوقت تماما ولا تخطئ في عملها كذلك أيها الإنسان على كتفك هنا يوجد ملك يحفظ عنك ويسجل كل شيء بدقة لا يخطئ أبدا انظر إلى هذا الربط اللطيف والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ من الملائكة يسجل كل ما تقوم به أو تفعله أو حتى تفكر فيه هذه النجوم الطارقة أيها الأحبة موجودة بغزارة في الكون ومن الممكن أن يقترب نجم طارق من الأرض ما الذي يمنع كل الكون عبارة عن منظومة من النجوم والمجرات والكواكب والدخان الكوني والسحب الغبارية كلها تسبح في هذا الكون ولكن هذا النجم إذا اقترب من الأرض الصوت الذي يصدره يصم الآذان الجاذبية الهائلة له مدمرة لأنه ثقيل فإذا ما حدث تصادم سيفتت الأرض يحولها إلى غبار بل إلى دخان تصور أن أرضنا هذه بمحيطاتها وجبالها تتحول إلى دخان غبار كوني نسأل الله العافية إذن هنا يجب أن نصحح فكرة أيها الأحبة أنه لا علاقة بين النجم الطارق الذي تحدثنا عنه وبين قيام الساعة ولكن إذا كان المقصود نجم آخر يسمونه النجم الطارق هذا موضوع آخر لأن من علامات الساعة أن الكواكب تنتثر وإذا الكواكب انتثرت تتبعثر تفقد رباط الجاذبية فيما بينها وبالتالي هناك حالة من الفوضى تعم الكون قبل قيام الساعة حالة من الدمار حالة من البعثرة وإذا القبور بعثرت وإذا السماء كشطت البحار تشتعل ثم تفجر وإذا البحار سجرت ثم قال في السورة التالية وإذا البحار فجرت نرى أحداث مذهلة يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد إذن هذا اليوم أخي الحبيب لن يكون لديك وقت لتفكر أصلا ستجد الناس كأنهم في حالة سكر من شدة أهوال من زلزلة الساعة إن زلزلة الساعة شيء عظيم لذلك هنا قال يا أيها الناس اتقوا ربكم والخطاب هنا للملحد والمؤمن معا إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد إذن من هنا أخي الحبيب يجب أن نعتقد أن الساعة قادمة ولكن كل من يقول هناك علاقة بين الأحداث التي نراها نشهدها الآن على الأرض أحداث المتسارعة من قتل من كوارث من كثرة الزلازل إلى غير ذلك لا توجد علاقة تربط نجم الطارق بهذه الأحداث حسب وجهة نظري أنا إذا كان هناك علاقة ستظهر في المستقبل لا نستطيع أن ننكرها ولكن حتى الآن لا يوجد علاقة تربط بين هذا الأمر وبين سلوك البشر على الأرض هو نوع من التنجيم لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذب المنجمون ولو صدقوا وأيضا ما يسمى بعلم الأبراج برج الثور وبرج العقرب كلها لا أساس لها علميا لا أساس لها أصلا ولا يمكن لنجم أن يتحكم بحياة البشر على الأرض وبالتالي علم التنجيم هذا أصلا علم هو ليس بعلم هو عبارة عن مجموعة من الأوهام والفرضيات فقط فينبغي أن لا نصدق مثل هذه الأفكار التي تنتشر على الإنترنت بهدف جمع المشاهدات وجمع الإعجابات وأحيانا قد يكون هدف خبيث إضلال الناس زرع الخرافة في عقول الناس كما حدث مع موضوع الأرض المسطحة فكرة الأرض المسطحة ليس لها أي أساس لا في القرآن ولا في العلم وليس لها أساس وليست حقيقة لا منطقية ولا واقعية على الرغم من ذلك نرى من يروج لها أمريكا رقم واحد وأنا أظن أن وراء أمريكا الماسونية تريد زرع الخرافة في عقول الناس لإبعادهم عن الحقيقة لإبعادهم عن معرفة هدف الخلق لماذا خلقنا الله لماذا خلقنا في هذه الدنيا أخي الحبيب وبالتالي خلاصة هذا اللقاء أيها الأحبة النجم الطارق هو معجزة علمية وظاهرة كونية تحدث عنها القرآن قبل 14 قرنا وأثبتها العلم الحديث النجم الطارق هو نجم ثقيل جدا أثقل من الأرض بملايين المرات وحجمه أصغر من الأرض بكثير مادته الثقيلة جدا لدرجة أن كرة صغيرة لو اقتربت من الأرض لثقبتها ثاقب من شدة ثقلها كرة صغيرة يمكن أن تزن مئة مليون طن أو مليار طن كرة صغيرة منه وبالتالي هو ثاقب فعلا الشيء الثاني لا أحب أن نربط بين اقتراب الساعة وبين أشياء لم يتحدث عنها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتحدث عنها القرآن الكريم وإذا كان هناك أحاديث صحيحة تتحدث عن ظهور نجوم من علامات الساعة فهذا أمر آخر لا ننكره أبدا إذا كان هناك حديث صحيح انتبه يا أخي الكريم لا تكذب كل شيء أنت هكذا إذا ظهر حديث صحيح يتحدث عن ظهور نجم أو مذنب أو نيزك معين أو أي ظاهرة تتعلق بأحداث الساعة واقتراب الساعة وكان هذا الحديث صحيح لا ننكره سواء دخل في عقلك أو لم يدخل سواء استوعبت أو لم تستوعب لأن هذه الأحاديث غيبية فالأحاديث الغيبية من الخطأ أن ننكرها لأننا مثل من أنكر عذاب القبر تماما أنكر الشيء لم تره بعد ولم تدخل في القبر لتحدثنا وترجع عما حدث لك وتقول لا يوجد عذاب قبر فكل المواضيع الغيبية أنا أحذر من الدخول فيها أو إنكارها مدام تثبت في القرآن والسنة الصحيحة فلا داعي لإنكارها لأنك إذا أنكرت شيء وكان موجود مشكلة ستحاسب على ذلك أما إذا صدقت شيء ولنفرض أنه صدقت أن هناك عذاب قبر لنفرض أنك تفاجأت أنه لا يوجد عذاب طيب شيء جيد ما هي المفاجأة أما العكس كارثة أن تعتقد أنه لا يوجد عذاب قبر ثم تفاجأ بعذاب القبر كارثة هذه يعني مثل من يتوقع حدوث الزلزال فيأخذ كل احتياطاته لم يقع الزلزال إذن هذا الشيء جيد إذا وقع أنا أكون قد أخذت احتياطاتي لا نكذب شيء أيها الأحبة ثبت في القرآن والسنة المطهرة نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه سميع عليم ومجيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق